جبت مجموع عالي في الشهادة الاعدادية ومحتار تدخل ايه؟ سنة وعام ولا تمريد ولا مدارس ستم لو عايز تعرف ايه هو الاختيار الانسب لك تابعنا لنهاية الفيديو في الفيديو ده احنا جايبين لك تفاصيل كل مدرسة من المدارس وجايبين لك تفاصيل مدارس ستم من داخل مدارس ستم من الطلاب نفسهم عشان تعرف كل اللي بيتم في مدارس ستم ايه كمان هتعرف اذا كان مدارس التمريد مناسبة لك ولا لا وهل السنوية العامة هتكون مناسبة ولا لا واول حاجة هنتكلم عنها هي مدارس ستم جبنا لكو كل تفاصيلها من الطلاب اللي موجودين في المدرسة اول حاجة هنتكلم عنها هي نظام التعليم في مدارس ستم عشان تعرفوا تفرقوا كويس بين مدارس ستم وبين مدارس السنة والعام كمان في الفيديو ده هنتعرف على امتحان الكبول شكله ايه وايه اللي بيتم فيه وايه المواد اللي بتمتحن فيها امتحان الكبول بتاع المدرسة كمان هتعرف نظام الامتحانات فيها ازاي ونظام الكبول في الجامعة بعد ما بتخلصها بيكون ايه ده اهم حاجة لازم تعرفها وبعد كده انت هتقرر كطالب متفوق هتقرر تدخل ستم ولا تدخل سنة وعام في البداية ومهم جدا انك تعرف يعني ايه كلمة ستم كلمة ستم هي كلمة مقوانة من اربع حروف كل حرف فيها بيرمز لمادة من المواد اللي هتدرسها في المدرسة دي يعني الاس اختصار كلمة ساينس العلوم التي اختصار تكنولوجي تكنولوجيا الاي اختصار انجينيرين الهندسة والام اختصار كلمة ماس اللي هي الرياضيات والمدارس دي طبعا للطلاب اللي عايزين يدخلوا علمي في السنوية العامة يعني اي طالب ميوله ادبية المدرسة دي ما تنفعهوش واي طالب مستوى متوسط او ضعيف في اللغة الانجليزية او في مادة الرياضيات المدرسة دي برضو ما تنفعهوش تاني معلومة لازم تعرفها عن مدارس ستم ان المدارس دي دخلي يعني ايه دخلي؟ يعني الطلاب بيباتوا فيها طول الاسبوع ما بيرجعوش لاهليهم وبيرجعوا يوم الخميس نظام التعليم بقى في المدارس ستم وده الحاجة المهمة هو نظام بيعتمد على الفهم وهو معمولة علشان يلغي النظام الحفظ ده تماما والتعليم بيتم في المدرسة دي من خلال المشروعات يعني كل ترم الطالب بيعمل مشروع مشروع زي المشروعات البحسية المشروع ده بيأثر جدا في الدرجات تمام؟ والمشروع اسمه كابستون تاني معلومة مهمة جدا لازم تعرفها عن نظام التعليم في المدارس دي انه مفيش كتب ومفيش مناهج كل طالب بيستلم لابتوب فأول سنة وبيرجعوا طبعا بعد ما يخلص سنة ثالثة بيرجع اللابتوب تاني اللابتوب ده بيعملوا عليه كل حاجة كل مشروعاتهم كل مذاكرتهم كل حاجة على اللابتوب مفيش حاجة اسمها أوراق وكلام من ده خالص طب هم بيذكروا ايه لما مفيش مناهج ومفيش كتب ايه اللي بيعملوه؟ بيديلك في بداية كل ترم مجموعة من التوبيكس اللي هي الموضوعات الموضوعات دي بتكون عامة جدا ما هيش خاصة بموضوع معين لا ده سايبها لك مفتوحة ومطلوب منك ان انت تبحث وتتوسع في البحث كل ما تبحث وتتوسع في البحث كل ما هتعرف تجاو في الامتحان أكتر كل ما تجيب درجات أعلى والطلاب أثناء البحث بتاحهم بيعتمدوا على مراجع المراجع دي عالمية هيلقوها موجودة على النت وفي كل مكان كمان ممكن يستعينوا ببعض الشروحات في الفيديو هاي فكرة استم انك مش بتعتمد على المدرس زي المدارس التانية المدارس التانية المدرسة السنوية العام بتعتمد اعتماد كله على المدرس معلوماتك كلها بتاخدها من المدرس هو اللي بيشرح وهو اللي بيفهمك كل حاجة لكن هنا الموضوع مختلف الطالب هو المصدر الأول للمعلومات هو اللي بيبحث وهو اللي بيدور وهو اللي بيكون معاه المعلومات طبق وظيفة المدرس في مدرس ستم هو مجرد توجيه وإرشاد فقط في معلومة مهمة جدا لازم تعرفها عن مدرس ستم ان الدراسة فيها باللغة الانجليزية مفيش لغة عربية اطلاقا كل البحث من أول لآخر كله باللغة الانجليزية فخلي بالك من الموضوع ده بعد كده هنتكلم على نظام الامتحانات نظام الامتحان بيكون عبارة عن أسئلة اختيارات على الموضوعات اللي انت دراستها خلال الترم والأسئلة دي بتقيس مستوى الفهم يعني حيجي لك أسئلة غير مباشرة كمان ممكن يجي لك أسئلة ما تعرفش تحلها ده لو انت ما توسعتش في البحث على التوبكس بتاعتك أو المواضيع بتاعتك والامتحانات بالشكل ده وبالطريقة دي بتجبر الطلاف في مداري سيستيم على التوسع في مجال البحث العلمي وده الهدف من مداري سيستيم انها تخلق باحث وليس طالب حافظ أما بالنسبة للكليات المفتوحة لخريجي مداري سيستيم لما بيخلصوا سنة ثالثة ايه هي الكليات المفتوحة؟ لو انت دخلت علم وعلوم مفتوح قدامك الطب بكل أنواعه علاق طبيعي صيدلة وعلوم أما لو دخلت علم رياضة فالكليات المفتوحة قدامك كليات الهندسة بكل فروحة وكليات الحاسبات والمعلومات أما بالنسبة لمصاريف مداري سيستيم أي طالب متفوق يقدر يدخل المدرسة دي لو هو طالب جاي من مدرسة حكومي بيدفع ألف جنيه مصاريف كل سنة وبيدفع كمان ألفين جنيه وهو في سنة أولى دي تأمين لابتوب ولما يرجع يسلم لهم اللابتوب تاني بعد ما يخلص سنة ثالثة بياخد ألف جنيه من الألفين أما لو انت جاي من مدرسة خاصة فحتدفع نفس المصاريف المدرسة اللي انت كنت فيها في الإعداد نفس المصاريف يعني لو انت بتدفع عشر تلاف في السنة هتدفع عشر تلاف لستيم بتدفع عشرين ألف في السنة هتدفع عشرين ألف لستيم يبقى نفس مصاريف المدرسة اللي انت كنت فيها في الاعداد زائد 2000 جنيه في سنة اولى مصاريف تأمين لابتوب طب لو انت جاي من مدرسة دولية هتدفع كم؟ هتدفع 30 ألف في السنة زائد 2000 في أول سنة تأمين لابتوب طب ايه هي شروط القبول في مداري سيستيم؟ وللعلم الشروط دي كانت بتاعة السنة اللي فاتت والسنوات اللي فاتت كلها كانت نفس الشروط لكن السنة دي زي ما انتوا عارفين السنة لها ظروف خاصة فمش عارفين هل هيحصل فيه تغير في الشروط دي هل هيعملوا فيها حاجة ولا هتفضل زي ما هي لازم الطالب الشرط الأول لازم الطالب يحصل على 98% والدرجة النهائية في مادة واحدة من المواد دي اما الماس او الساينس او الانجلش يبقى تكون مجموعك الكل 98% ومقفل في مادة من 3 مواد او 95% دي مجموعك الكل وتقفل فيه مادتين من 3 مواد وزي ما وضحنا قبل كده الشروط دي احتمال يحصل فيها تغيير السنة دي بالنسبة لخطوات التقديم في المدرسة كنا عملنا عليها فيديو قبل كده حاسبه لكم في الوصف تحت الفيديو تحت العنوان فيه حاجة اسمها عرض المزيد اضغط عليها حتلاقي الروابط كل الطلاب بقى اللي حتنطبق عليهم الشروط ويتقدموا للمدرسة دي حيتعمل لهم حاجة اسمها امتحان قبول بالمدرسة الامتحان ده بيكون في اربع مواد الرياضيات والانجليزي والعلوم والتكنولوجيا والاختبار ده بيكون اختبار شامل بيعتمد على الزكاء وعلى الفهم بيكون الاختبار على الكمبيوتر وشكل الاختبار عبارة عن مجموعة اسئلة اختيارات زي نظام اختبارات استيمة بالزد وخلي بالك ان درقتك في امتحان القبول هي اللي بتحدد ان كنت هتتقابل في المدرسة ولا لا وعلى فكرة في ناس كتير جدا بتكون مقفلة الدرجة النهائية في الاعدادي بيكون مجموحهم النهائي 280 من 280 ومع ذلك لما بيدخلوا امتحان القبول ما بيجابوش كويس وما بيتقابلوش فالموضوع ما بيعتمدش على درجاتك في الشهادة الاعدادية اطلاقا بيعتمد على اكتياز اختبار القبول والسبب في كده ان الدراسة اللي انت درستها في الاعدادي كانت بتعتمد على الحفظ اما بالنسبة لمداري سيستيم الموضوع مختلف تماما بالنسبة لمميزات وعيوب مداري سيستيم اولا المميزات في فرصة ان يجيلك منحة برا مصر لكن الفرصة دي قليلة جدا لان من كل مدرسة بياخدوا واحد طالب واحد فقط تاني حاجة الطالب بيتعلم الاعتماد على النفس ليه لانه بيكون بعيد عن اهله فبيتعلم ان هو يعتمد على نفسه تالت حاجة الطالب بيكتشف قدراته في المدرسة دي من كتر ما هو بيبحث بيبدأ يلاقي جواه فعلا مهارات ما اكتشفهاش غير في المدرسة دي اما بالنسبة للعيوب بقى وخلي بالك لان دي لحتحدد اذا كنت حد وافق تستمر ولا لأ اول حاجة وزي ما وضحنا قبل كده ان المدرسة دي مدرسة داخلي يعني الطلاب بيباتوا فيها تاني حاجة المدرسة ما تنفعش للأدبي المدرسة دي ما فيهاش اقسام أدبي هي علم علوم وعلم الرياضة فقط اكبر عيوب مدرس استيم واللي بيخلي الطلاب تسيبها وتمشي هي النسبة المارينة يعني ايه النسبة المارينة يعني طلاب استيم لهم نسبة معينة في مقاعد الكليات ازاي تعالوا ما نوضح نفترض ان عدد الطلاب الناجحين في مدرس استيم 100 طالب وعدد الطلاب الناجحين في المدرسة العامة السنة والعام 1000 طالب وعدد المقاعد المتوفرة في كلية الطب مثلا 200 مقاعد يبقى حنقسم المية على الالف في 200 مقاعد حتدينا 20 مقاعد يبقى ده نصيب او هي ده النسبة المارينة لمدارس استيم تمام يعني من كل 200 مقاعد في كلية الطب في 20 مقاعد بس لطلاب استيم حتى لو كلهم درجاتهم عالية مفيش غير 20 مقاعد فقط وده ومعنى كده ان الاولوية هنا لمدارس السنة والعام وليس لمدارس استيم فللأسف الشديد جدا ان في طلبة متفهوقين جدا جدا ما بيلقوش لهم اماكن غير في كلية العلوم مع انهم لو كانوا يكملوا في السنة والعام كانوا هيدخولوا طب وهم مرتحين فلو انت عايز كلية معينة زي الطب فبلاش تدخل استيم تمام لكن لو انت طموحك تبقى باحث كده ادخل استيم عادي والمشكلة الاكبر من كده كمان ان استيم عملت قرار جديد ان اي طالب حيفكر ان هو يحول من مدارس استيم لمدارس السنة والعام حيدفع كل الفلوس اللي اتصرفت عليه في مدارس استيم والقرار ده عملوه لما لاحظوا ان في طلاب كتير بترجع تاني تحول من مدارس استيم لمدارس السنة والعام فلو طالب من الطلاب فقر يحول من عندهم بعد ما خلص سنة اولى بيدفعوه حوالي 50 الف جنيه ولو فقر يحول بعد ما درس سنة تانية بيدفعوه حوالي 80 الف جنيه وكل الكلام والمعلومات اللي قلناها عن مدارس استيم من الطلاب بتوع مدارس استيم نفسه وبعد ما عرفت كل حاجة عن مدارس استيم لو قررت تدخل مدارس استيم يبقى دي قرارك انت الوحدك وانت المسؤول عنه نيجي بقى لمدارس التمريد سنوي ولا تمريد مبدئيا لازم تعرف ان تنسيق مدارس التمريد حيرتفع جدا يعني حيكون ما بين 270 و 275 لكن ما حيقلش عن كده خلص طب لو انا جايب مجموعة تمريد ادخله ولا ادخل سنة وعام اجابة السؤال ده هتعتمد عليك انت وحتعتمد علي حاجتين الاولى قدراتك طبعا الكل حواليك شايفك ان انت عبقاري ومحصلتش خصوصا الاب والام لكن انت واحدك اللي عارف قدراتك ايه محدش تاني محدش يقدر يقول قدراتك تمام طب امتى تدخل سنوي هتدخل سنوي لو توفرت فيك الحاجات اللي هقولها دي اول حاجة لو لقيت نفسك قوي جدا في النحو في اللغة العربية وعبقاري في كتابة موضوعات التعبير بتكتب موضوعات التعبير محصلتش يعني بمعنى ادخ اي فنيات في الاسئلة بتعرف تحلها او اي سؤال لافف بتعرف تجيب اجابته ثانيا قوي جدا في مهارات اللغة الانجليزية بمعنى بتفهم القواعد كويس وبتعرف تطبع عليها بالاسئلة وبتعرف تحفظ كلمات اللغة الانجليزية كويس وما تطلخبطش في الاسبيلنج بتاحها وعندك كمان القدرة على قراءة موضوع بالانجليزي وتفهمه وانت بتقرأه كده نقدر نحكم عليك ان انت قوي في مادة اللغة الانجليزية ثالث حاجة بقى مادة الرياضيات لازم مادة الرياضيات تكون لعبتك مفيش مسألة ممكن تقف قدامك يبقى كده تمام اتفضل ودخل سنوي انت كده عبقاري حتنافس على كلية الطب وبكده يكون السنوي العام بالنسبالك احسن مئة مرة من التمريد حتى في اسوأ الظروف لما طلتش كليات القمة الطب والصيدلة والاسنان والحاجات دي عندك معهد فن صحي سنتين احسن مليون مرة من معهد التمريد معهد التمريد بتطلع ممرض لكن معهد فن صحي بتطلع فني اشعة او فني تحاليل وده طبعا افضل كتير من التمريد واحد مطلاب ممكن يقول بس انا خايف من نظام التابلت هقولك التابلت ده مجرد ده مجرد وسيلة تعليمية واداب تتدرب عليها عشان تمتحن عليها مش اكتر من كده وبعدين كل اللي حيسري على اصحابك وزماليك حيسروا عليك فجمد قلبك ودخل سنة وعام امتى بقى ادخل تمريد هتدخل تمريد ويكون التمريد افضل لك من السنوي لو انت جايب مجموع التمريد لكن عارف قدراتك عارف ان انت مش قد كده في الرياضيات عارف ان انت مش قد كده في الانجليزي ففي الحالة دي ادخل تمريد افضل لك لان معنى ان انت ضعيف في مادة الرياضيات او مادة اللغة الانجليزية يعني ما تقدرش تجيب مجموع عالي في السنوية العامة وبالتالي حضيع منك كليات القمة يبقى في الحالة دي التمريد افضل لك كتير اما بالنسبة للتمريد العسكري فبيجلنا عليه اسئلة كتير جدا في التعليقات وبيجلنا تعليقات كتير عليه بعض الناس بتقول ان هو ما بيفتحش بعد الاعدادي او ما بيقبلش طلاب المرحلة الاعدادية وبعض الناس التانية اللي بتعلق بتقول لا ده هو بيقبل طلاب الاعدادي طب انا بالنسبة لي ما عرفش هل هو بياخد بعد الاعدادي ولا لا هو كان بياخد السنة اللي قبل اللي فاتت لكن السنة اللي فاتت احنا سمعنا اشاعات انه ما خدش طلاب بعد الاعدادي هل الكلام ده صحيح هل الكلام ده إشعات هيحتاج منك لو أنت مهتم وعايز تدخل تمريد عسكري لازم توصل لحد المدرسة نفسها قرب مدرسة ليك في محافظتك وتسألهم عن المدارس التمريد العسكري هما اللي حيفودوك ويقولو لك كل حاجة وفي الختام أتمنى أنك وضحت الفرق بين التلات مدارس وإيه المناسب ليك أتمنى أن أنت تختار اختيار صح ما تندمش عليه تاني بعدين لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوننا لايك على الفيديو كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك في القناة والتفعل الجرس على الكل عشان يوصلكو المزيد من الفيديو في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة